للمزيد من النقاش حول آخر تطورات المشهد اللبناني ينضم إلينا على الهواء مباشرة الأستاذ فتحي محمود الكاتب الصحفية المتخصص في الشؤون اللبنانية بالأهرام وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية تحياتي لحضرتك في البداية أستاذ فتحي ودعنا نتحدث في بادئ الأمر عن الأسباب المباشرة والتي تعرقل تشكيل الحكومة في لبنان أهلا بك أستاذ أياه وبالمشاهدين الحقيقة أنه في سبب رئيسي ومهم هو اللي بيعرقل حتى الآن عملية تشكيل الحكومة وهو الخلاف بين جانبين جانب يمثله الرئيس عون وحزب الله والجبهة اللي بتضمهم في تحالف واحد والجانب الآخر بيمثله الحرير وحلفاء حول حكتين أساسيتين الأولى هي طبيعة الحكومة هل تكون حكومة اختصصيين ولا حكومة سياسيين الجزء الثاني وده الأهم هو من يشكل الحكومة بمعنى من يكون لديه الأغلبية في هذه الحكومة تبقى للدستور اللبناني الحكومة اللبنانية لا تستطيع اتخاذ أي قرار استراتيجي إلا بموافقة أكتر من تلتين الأعضاء وبالتالي هنا في طرف رئيسي وهو تحالف حزب الله والرئيس عون وأمل بيسعى أن يكون لديه السلس المعطل أي تلت أعضاء مجلس الوزراء يكون تابع ليه بشكل مباشر علشان يضمن عدم اتخاذ أي قرار من هذه الحكومة استراتيجي هو مش راضي عمده أو هو بيرفضه وهنا فيه إشارة مهمة جدا في كلام باسيل اللي حضراتكو أزعتوه من شوية قال إن هذه الحكومة هي اللي هتاخد قرارات مصرية زي التطبيع مع إسرائيل وزي ترسيم الحدود وزي القرارات الاقتصادية وزي ما يتعلق بالنازحين قرارات كتيرة جدا مهمة والانتخابات اللي جاية وغيرها هتاخدها الحكومة دي وده اللي بيوضح لنا أهمية أو إسرار أحد الأطراف على أن يكون لديه السلس المعطل لهذه الحكومة بمعنى ألا يتم اتخاذ أي قرار استراتيجي إلا بموافقة الطرفين الأساسيين دون ده بيودي لنقطة تانية وهي الخلاف حول أسماء الوزراء وخاصة وزارات محددة زي الداخلية والعدل اللي عليها خلاف كبير جدا بين الرئيس عون وبين الحريري حول اسم الوزيرين اللي يشغله كلا المنصبين وده برضو جزء أو في إطار عملية السلس المعطل أو تشكيل الحكومة بالإضافة طبعا إلى التدخلات الأجنبية المعروفة في لبنان واللي بتؤدي أيضا إلى عرقلة التشكيل إذا لم يكن هناك توافق إقليمي ودولي على ذلك دعنا نتحدث بواقعية سياسية أكثر أستاذ فتحي إذا استمرت هذه الخلافات على الساحة اللبنانية بشكل مستمر خاصة في ظل هذه الظروف المحتدمة على أرض لبنان ما النتائج المتلتبة من ذلك؟ الحقيقة إنها نتائج كارسية على كل المستويات النهاردة لبنان هو الدولة رقم 3 في العالم في نسبة الإصابة بفيروس كورونا بالنسبة لعدد السكان وفي حالة كارسية في المستشفيات اللبنانية على المستوى المعيشي في مشكلات كبيرة جدا نتيجة عدم توفر عدد كبير من السلع بسبب عدم توفر الدولار للاستراض وهناك نسبة بطالة عالية جدا لبنان يتجه غدا إلى الإقفال التام ودي توصية مطروحة قدام مجلس الدفاع الأعلى اللي هيعقد جلسته غدا في الوقت نفسه ترد كبير جدا في الأحوال المعيشية الكهرباء والميا وغيره الأحوال الاقتصادية وده الأخطر كمان بتواجه مشكلات ضخمة وصندوق النقد الدولي رفض أن يكون هناك أي تعاون إلا بعد تنفيذ إصلاحات معينة لم تتم ولن تتم إلا فوجود حكومة أساسية وليست حكومة تسيير أعمال كما يجري الآن الخلاصة أنه هنكون قدامنا وضع كاريسي للغاية بالنسبة للمواطن اللبناني والاقتصاد اللبناني والحالة المعيشية بشكل عام السيد بشارة الراعي البتريارك الماروني في لبنان دعا إلى مصالحة شخصية ما بين الأطراف المتنازعة في المشهد اللبنانية بواقع الأمر هل ربما تكون هناك صدى إيجابي بشكل أو بآخر في الاستجابة على هذه المصالحة وأيضا يعني ما نسبة التنازلات التي من الممكن أن تكون حاضرة في المشهد وما بين الأطراف المتنازعة في لبنان البتريارك الراعي بدأ هذه المبادرة منذ منتصف ديسمبر تقريبا واجتمع مع الحريري قبل أعياد الميلاد واجتمع مع الرئيس عود وطرح على الاثنين فكرة حتى أن يتم القاء بينهم في لديه في البترياركية المشكلة الأساسية هنا أن البتريارك ليس لديه حل وقيع لتقاسم السلطة هو دعا لأن يكون هناك حوار مباشر بحضوره حول النقاط المختلف عليها واللي هي كما أوضحنا توزيع بعض الوزارات وموضوع السلطة المعطل من يسيطر على القرارات المهمة للحكومة البتريارك له نفوذ روحي كبير ولكنه لا يمتلك أكثر من الدعوة ولا يمتلك أن يحسم هذا الموضوع بشكل متكامل ولذلك لا أتصور أن هذه الدعوة قد تلاقي صدى كبير رغم أنها الآن هي المبادرة الداخلية الوحيدة المطروحة على الساحة اللبنانية لا توجد أي مبادرات داخلية أخرى وخارجيا المبادرة الفرنسية طوارت قليلا والضغط الدولي يبدو أنه لم يعد هناك اهتمام دولي كافي بالوضع في لبنان وده بيدخل لبنان لنفق مظلم طيب أستاذ فتحي يمكن في الإجابة الأولى لسؤالي مع حضرتك عندما قلت لك ما هي الأسباب المباشرة لتعطيل تشكيل الحكومة في لبنان أشرت من أحد الأسباب بوجود أطراف خارجية ربما تنظر إلى لبنان بأنها مطمع بشكل أساسي بشكلها وبآخر في الفترة القادمة إذا احتدمت الأمور أكثر فأكثر ما وضع الأطراف الطامعة في المشهد اللبنانية؟ الحقيقة أن التدخلات الإقليمية والدولية بتلعب دور كبير جدا على الساحة اللبنانية بعض الأطراف الإقليمية زي إيران على سبيل المثال بترى أن لبنان هو ورقة مهمة يمكن أن يلعب بها في التفاوض على ملفات دولية تخصه مع أمريكا على وجه التحديد مع الإدارة الأمريكية الجديدة بعد تولي بايدن للحكم وده جزء من الأجزاء اللي ممكن تكون مؤسرة على الموضوع الجزء الآخر هو الصراع مع إسرائيل فيما يخص ترسيم الحدود البحرية والتي توجد بها بعض مناطق الغاز هناك أيضا الوضع الفرنسي الراعي الرسمي للبنان والذي بدأ يخفض اهتمامه بلبنان نتيجة عدم استجابة أساسا للبنانيين للمبادرة الفرنسية منذ بدايتها وتدخلات أخرى عديدة مختلفة من أطراف إقليمية ودولية هي تؤخر الوضع في لبنان وهي تملك أيضا ولكن اسمح لي أن تحسن هذا الوضع في أي لحظة ليس بجديد علينا قراءة المشهد اللبنانية بشكل أو بآخر في كل مرة تحدث بعض الإشكاليات الداخلية في المشهد اللبناني دائما يرفع شعار إقالة الحكومة اللبنانية إقالة الحكومة اللبنانية وكأن الحكومة اللبنانية هي التي تملك العصى السحرية سواء كانت في عرقلة المشهد أو حل المشهد السؤال بشكل مباشر هل الحكومة اللبنانية بالفعل هي مفتاح الحل في المشهد اللبنانية أما أنها مجرد أكلشي يتم استخدامه بشكل أو بآخر من قبل الأطراف الطامعة سواء كانت في الداخل اللبنانية أو في الخارج أيضا بعد اتفاق الطائف أصبحت السلطة كاملة بيد الحكومة اللبنانية مجتمعة وده أحد الأسباب اللي بيخل البعض يقول أن الحكومة اللبنانية هي الأساس في اتخاذ القرارات ولكن ده أيضا هو اللي بيخل البعض من القوى السياسية الداخلية ومن تمثله خارجيا أيضا يسعى للسيطرة على الحكومة لأنه أي قرارات لابد أن تصدر عن هذه الحكومة الحكومة في النهاية هي تعبر عن الواقع السياسي اللبناني ليست بمعزل عنه ولا تستطيع اتخاذ قرارات إلا بتوافق بين القوى الرئيسية السياسية الطائفية في لبنان فالحكومة في النهاية هي مجرد أداة بيد هذه القوى السياسية الداخلية وبيد من يعبرون عنها من القوى الخارجية سواء إقليميا أو دوليا وبدون توافق هذا الجمع داخليا وخارجيا على قرارات معينة لا يمكن للحكومة أن تتخذ هذه القرارات وهذا هو السر فيما يسمى بالسيطرة على السلسل المعطل في الحكوم الأستاذ فتحي محمود الكاتب الصحفية حدستنا على الهواء مباشرة وأيضا المتخصص في الشؤون اللبنانية بالأهرام وعضو المجلس المصرية للشؤون الخارجية شكرا جزيلا لحضرة ركا